جسيس جسيس لو عاوز تستجمع الفكرة في الموضوع إيش اللي ممكن نقدمه للمشاهد هل نموت من أجل الله جسيس الزرم الفكرة الأساسية أن الله طلب مننا أن نقدم أجسادنا ذبيحة حية بمعنى أن نموت عن العالم ونتغير عن مبادئ العالم مبادئ الفساد والقتل والظلمة لأننا أصبحنا في مملكة النور والنور الحقيقي اللي ينير كل إنسان هو يسوع المسيح ارتباطي بالنور بيجعل حياة نور عشان كده وصفني كابن لي أننا لما قال أنتم نور العالم أنتم ملح الأرض عشان ننير بهذه الرسالة ونعلن أنه لا خلاص إلا من خلال شخص يسوع المسيح الموت في المسيحية ليس هو الغاية الموت في المسيحية الحقيقة هو دخل مع دخول الخطية إلى العالم لكن الحياة هي الغاية فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس فأتمنى أن الرب يمتع كل مشاهد بالحياة في المسيح ومع المسيح الفكرة تمني الشهادة وهو تمني الموت أنا بشتهي أن أكون مع المسيح زي رسول بولوس لكن أنا عارف أن لي خدمة هنا أنا مش بشكر القاتل أنا بصلي من أجل القاتل أن الرب يفتع عنه ويدرك الحق ويدركه الحق يعني الحق يجده الله هو يجده لأن الله دايما الضال ما بيجدش نفسه الله هو اللي بيجد الضال فبطريقة أو بوسيلة بوسائل كتيرة وشوفنا جسيستنس آر ناس كتيرة عبرت للإيمان المسيحي من خلال وسائل حتى غير بشرية فنشكر الله أنه بيبحث عن الإنسان نشكر الله أنه بيوصل رسالة ورسالة الحق للإنسان بيعلن نور الإنسان عشان هو ضمير لنا الحياة الأبدية من خلال دم يسوع المسيح الذي يطهرنا من كل خطير ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر